اشتركوا في القناة اتحاد كرة لا يمت للكرة بأي صلة الحقيقة انا مش هوجع قلبي ولا هتكلم ده نصيحة زميلة على فكرة في الستوديو في البلاتو هنا قالوا ما تتكلمش لانهم ما يستهلوش انهم انك تتكلم عليهم او نتعب قلبنا عليهم او حتى الواحد يذكرهم بخير او بشر اللي وجعنا كلنا واللي وجعني انا شخصيا زي زي اي من المواطنين المصريين المحترمين اللي بيحبوا البلد دي ان بعد كم التعب والمجهود وكل المعاناة والشغل اللي كان بيمتد الاربعة وعشرين ساعة طالعنا فشوش اي نعم الحمد لله رب العالمين البطولة مازلت قائمة بما يلق بالدولة المصرية ولكن انت عملت كده بيت وزخرفته وصرفت عليه دم قلبك وفي الاخر مش انت اللي اسكنت فيه اه مش انت اللي اسكنت فيه الجماهير اللي مروحها مبارح عندها حصرة اعتقد اغلبهم جالهم السكر والضغط بعد اللي شافوه وانا هقول لحضراتكم ليه المشاهد اللي وجع قلبي الواحد واقسم بالله الواحد صح الصبح مش مصدق يعني انا صحية الصبح سألت مراتي هو انا دا كابوس او انا كنت بحلم ان المنتخب بتاعنا فعلا اتهزم ولا دا صح اتأكدت منها ان المعلومة صح وكل الناس يعني بيتها مش متخيلة ان المنتخب المصري بعد المجهود وبعد الدعم الكامل من الدولة المصرية ومن القيادة بتاعتها رئيس عبدالفتاح السيسي عشان نخرج بالبطولة دي بمستوى بيؤكد ان المصريين دول عندهم مهارات فوق العالم وشعب بيحب الكورة والإعلانات اللي مغرقة الدنيا ان احنا شعب كروا بالفطرة للأسف اللي احنا شفناه مبارح مش كروا بالفطرة احنا بنلعبش كورة احنا ما عندناش كورة احنا ما عندناش لعيبة 105 مليون واللي بيقوا يمكن دلوقت 115 مليون مش عارفين ننقق كده 22 واحد يمثلوا الدولة المصرية وخدوا بالكم كلنا عارفين ان احنا ما ينفعش نلتمس الأعزار لأي حد اولهم صلاح ممكن الناس تزعل مني ولكن صلاح اللي كان لعب في المنتخب ده مش صلاح اللي احنا بنشوفه في ليفربول وبيتقلق في كل المطشط بتاعت ليفربول تريزيجيم عندوش غير عفوا يعني هم معروف مشواره باقي الناس اللي احنا كنا معلقين عليها الامل انتم متخيني الاطفال كانت بتعيط لان الاطفال حط هالة لصلاح ان ده طالما لقف في المنتخب ما ينفعش ان احنا نخسر لازم نفوز انت شفتوا كم الحاصرة اللي عند الاطفال الصغيرة طفل مثلا 8-9 سنين ده يعقل ايه في الدنيا عشان يعيط بحرقة على الهزيمة دي هل اتحاد الكرة راضي اللي هو شايف ان هو بعد تقديم استقالته والانبائي اللي بتقوله ان هو تقدم باستقالته هنا ابو ريدا وعدد اربعة تقريبا من اعضاء الاتحاد تقدموا باستقالتهم هل ده كافي هل ده هيعوض حزن الشعب المصري هل ده هيعوض حرقة الدم خدوا بالكم كرة يعني الرياضة وتحديدا الكرة دي الحاجة الوحيدة اللي بتهون على الناس العيشة الصعبة اللي احنا بنعيشها ضغوط الحياة وقرفة اي واحد بيبقى زعلان بيحاول يشوف مطشة عشان يفرح زي ما بيقولوا كده بيحاول يا تناسة قلموا عشان خاطر يفرح في حب البلد دي ايه اللي قدموا بقى المنتخب ايه اللي قدموا اتحاد الكورة وهارجع لحضراتكم بالمثل اللي بيقولك احنا لو فوزنا هنمدح ولو هزمنا هنزم خدوا بالحضراتكم انا من اول مطش ورجعوا الحلقات موجودة على اليوتيوب قلت ان فريق المصري او فريق المنتخب المصري لو مشي بهذه الفنيات عمره ما وصل لدورة 16 ولو وصل لدورة 16 تصدر اول مجموعة ده ببركة ربنا سبحانه وتعالى ودعوا الوالدين زي ما بيقوله ودعوا الشعب المصري اللي كان متبني هذا المنتخب واللي كان بيحبه من قلبه لكن مفيش حاجة تشفع انك انت ممكن تشوف مبرر ولو صغير واحد تقول مثلا عملوا اللي عليهم لا محدش عمل اللي عليهم المغرب طلقت من البطولة بس رجالة عملوا اللي عليهم لحد اخر ثانية من الشوطين الاضافيين احنا عارفين ضربات الجزاء بتبقى حظ احيانا انت ما وصلتش حتى للشوط الاضافي انت ما عرفتش حتى يعني اتحفظ على شباكك لحد ديئة 90 يعني في الديئة حاجة وتمانين دخل فيك جون طيب لما الراجل انفرض بالهجمة فين الدفاع بتاعنا فين التنظيم مين اللي جاب المدرب ده حاجات كتيرة وتساؤلات خدوا بالحضراتكم الشعب جواه غليان تجاه المنتخب المصري وغليان تجاه اتحاد الكورة واعتقد لازم يكون تبقى فيه وقفات حاسمة تجاه الاتحاد ده واتجاه اللعيبة اللي هم قصروا اللي هم ما كانوش على قد المسئولية اللي هم يعني ما عرفوش ما كانت الشعب المصر ولا الدولة المصرية لعيبة للأسف مش مدركين يعني ايه وطن مش مدركين يعني ايه شعب يمكن الناس اللي هي بتسيب اشغالها طول اليوم واللي بتاخد اجازات طول اليوم عشان خاطر يجي يدخل الاستاذ من الساعة 12 الدور عشان يقعد يشوف المطش اللي هيبدأ الساعة 9 بالليل 9 بالليل يعني 9 ساعات الناس متقدرة واخدوا بالحالاتكم مش بس اللي في الاستاذ اللي متقدر عشان يشوف المباراة اللي في الكافيات اللي بتبقى حافلة الناس بتروح الكافية قبل المطش بخمس ساعات عشان تحجز مكان عشان تتفرج على لعيبة للأسف ما بيعرفوش يلعبوا كورا كلهم عفوا من أصغر واحد سنا ومهارة الأكبر واحد سنا ومهارة ما عندهمش قدر من المسئولية لا نظم ولا تيكتيك ولا أي حاجة مش جنوب أفريقيا دي هزمتها المغرب اللي طلعت صح ولا لا بس المطش بتاع جنوب أفريقيا والمغرب كان عامل إزاي شفت حضراتكم المطش اللي كان قبل المطش بتاعنا مبارح كاميرو نيجيريا شفتوا قدق اللعيبة مش بتقاتل بتموت نفسها اللعيبة بتاكل في النجيلة ومش في مكانها مش في وطنها عشان خاطر عايزة تفرح شعبها انت بتلعب في أرضك وسط جمهورك وسط اهتمام غير مسبوك من كافة أجهزة الدولة عشان تريح حضرتك والله العظيم تاني وما تستاهلوا اللقمة اللي انتوا أكلتوها اللعيبة بتاعت المنتخب والله ما تستاهلوا التشيرت اللي انتوا بتلبسوه بتحملوا به الدولة المصرية واسم الدولة المصرية ناس كتير جدا بتقول حزب يا الله ونعم الوكيل وكلنا بنقول حزب يا الله ونعم الوكيل لأنهما نكدوا على الشعب وما كانوش على قد المسئولية ومش دول اللي يمثله المنتخب المصري نتمنى بقى اللي مهما كان ومهما كانت من قرارات ومهما كان من إجراءاته عمره ما هيش في غليل الشعب المصري اللي زعلان وتعبان على تعب وشقاه والناس اللي هي تعبت وتفاينت في عملها عشان خاطر نطلع بالبطولة دي والأسف فريق عديم المسئولية ضيع كل التعب ده بقى بكل لا مبالاة وبكل تقصير ولا في نظام ولا في حتى هجمة واحد ربنا ممكن تتكلم عنها تعرف يعني مطش مطش تسعين دقيقة ما تقدرش حتى مثلا تتنايش مع صحابك وانت قاعدين تتكلم وتقول بس ما عليش احنا كانت فيه هجمة ولا هجمتين كذا لا مفيش مفيش ترزجي الهجمتين اللجولة ده بيبصيهم لأ انت لو بتبصيهم للشناه وفي المرمى بتاعك مش هتعملها كده يا راجل ما ينفعش والله يعني أنا مش عارف أقولي اول مرة في حياتي مش عارف أقول ايه اول مرة في حياتي ان انا اشعر بهذا اليأس وبهذا الاحباط ومفروض دوري كموزيع ان انا ما صدرش ده لحضراتكم ولكن ده اشعركم لان انا مواطن زي زيكم في المقام الاول والاخير ولكن خلاص اللي حصل حصل مهم ان احنا نفكر في اللي جاي نفكر في حياتنا انا عارف الناس كتير جدا رايحة الشغل بتاعها وهي متنكدة ناس كتير جدا رايحة الشغل بتاعها ويبقى الشغل الشاغل بتاعها في حديث اليوم النهاردة عن المنتخب واللي حصل ولكن برضو شغلك مالوش ذنب انك انت تأثر فيه وان انت تتمادى في الحديث وتضيع وقتك على منتخد علي المسئولية والتحاد كورا للأسف ما عندهوش زر الدم واحدة تجاه الشعب المصري فاعتقد زي ما بقوله كده اللي ما بيبكيش علينا ما نبكيش عليه فاهم حاجة الواحد يفكر في اللي جاي واللي حصل حصل وان شاء الله اللي جاي احسن بصوا لنواحي التانية والمجالات التانية اللي فيها الحمد لله رب العالمين الدولة المصرية بتقطع شوط طويل بصوا لعلماءنا الاجلاء اللي هما يستحقوا كل الدعم والحقيقة انا بتتهز الفرصة اللي حصلت دي بقى بهزيمة المنتخب احنا عندنا علماء ما بتتوفر لهمش ذرة الامكانيات اللي بتتوفر لنشاط رياضي وعلى النقيد بيشرفوا بلدهم امام العالم اجمع فانا بناشي للدولة المصرية والله ربع الدعم اللي بتوفروا للنشاط الكرة والرياضي وفروا بس للعقول المصرية الباحثين والعلماء والمفكرين لان دول هما فعلا اللي بيخدموا البلد لعبة الكرة مع احترامي اتفرقت عليها ما اتفرقتش عليها مش اضيف لك شيء ولكن العالم لما يبتكر لك حاجة ويخترع لك حاجة بتفيد البشرية زويل الراجل اخترح حاجة كل العالم بيدعيله عليها لكن مع احترامي لا يعني اقول لكم ده الشعور والله العظيم اللي عنده كل الناس ولكن انا بتمنى الدولة المصرية وفت المجالات وطالما فيه نشاط معين ورياضة معينة الدعم اتحها ما بيجيبش فايدة مع الناس طالما رتم مش عايز يتغير فوفروا الدعم ده قد دول ناس تستحقها عفوا قد دول ناس تستحقها نتمنى يا رب الساعات اللي جاية بقى تكون فيه قرارات تشفي غليل الشعب المصري وتسلك صدورنا وتهون علينا واعتقد ناس كتير جدا هتقطع البطولة هقول لهم لا احنا عندنا الحمد لله املتين نتمسك به ان الحمد لله بطولة تليق بالمكانة المصرية تنظيمة وغنية ونرجع نكمل معها اشتركوا في القناة